مرحبا في هذا الحوار سوف نتعلم كلمات جديدة الكلمة الأولى التي سنتعلمها هي daft وداft تعني أحمق silly غبي stupid or silly don't be daft لا تكون أحمقا ولا تكون حمقا والكلمة الثانية هي polite polite مهذب polite العبارة الثالثة هي loads of وتعني الكثير من loads of loads of studying الكثير من الدراسة أو التعلم العبارة الرابعة هنا هي round ولا تعني شيئا دائريا المقصود بround هنا شراء المشروب لمجموعة من الناس في الحالة مثلا أو في المقهى round في هذا الحوار هناك ثلاثة أشخاص ميحال أليس وهيلين ميحال she's beautiful إنها جميلة أليس ترد عليه what's wrong with you ما هي مشكلتك what's wrong with you ما هو خطبك هيلين nothing لا شيء you know I think Michael really likes you أعتقد أن ميحال معزب بك حقا really likes you Alice don't be daft لا تكوني حمق don't be daft he's only being polite إنه فقط مهدب أو يتصرف بطريقة مهدبة he's only being polite هيلين do you think so do you think so هل تعتقدين هذا أليس yes and why are you so interested all of a sudden نعم وليما أنت مهتمت بهذا فجأة all of a sudden all of a sudden فجأة yes and why are you so interested all of a sudden هيلين no no reason really look I've got to get back to the flat I've got loads of study and to do لا 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 سبب حقا no reason really لا يجاج سبب حقا look لدي يجب علي أن أرجع I've got to get back to the flat يجب علي أن أرجع إلى الشقة flat flat apartment I've got I've got يجب أن I've got to get back I've got loads of studying to do لدي الكثير من الدراسة لكي أقوم بها يعني الكثير من الأمور لأدرسها لاحظ هنا I've got تعني يجب أن وهنا تعني لدي I've got Alice oh relax the books can wait Tim's buying the next round what do you want oh استرخي أو استريحي الكتب يمكنها أن تنتظر the books can wait Tim سيشتري المشروع التالي ما الذي تريدنا أو ما الذي تريدنا أن تشربه Tim's buying the next round what do you want oh Barcelona المطفل لديه في